نحن الآن في هذا المكان الذي تم استهدافه قبل قليل من قبل الطائرات الروسية التي أعلنت مشاركتها بالعملية العسكرية التي تنفذ من قبل النظام والميليشيات المساندة له على هذا المكان في هذا المكان تحديدا الطائرات الروسية قبل قليل استهدفت هذا المكان بغارة جوية كما نشاهد هنا كان يوجد منزل في هذا المكان نشاهد حجم الدمار الكبير الذي دمر هذا المنزل ونشاهد هنا الناس قبل قليل يتفقدون منازلهم بعد إسعافة جرحم السلام عليكم حدثنا أخي ما الذي حصل في هذا المكان قبل قليل يجى الطيارة الروسية محملة ست صواريخ دمرت الحارة هاي والحارة الشمالية والغربية والقبلية رغم الدمار ورغم التهجير ورغم الطائرات الروسية الأرض عرضنا ومش طالعين لا تهجير ولا إشي لا دول عربية ولا دول أجنبية نحن صاندين بإذن الله أشكرك نعم رغم الحملة العسكرية الكبيرة التي يشنها النظام لكن نشاهد معنويات الناس العالية وجل الناس نزحوا من هذا المكان بسبب القصف العنيف الذي يمارس على هذه المنطقة لكن غرفة العمليات المركزية في حوران أكدت أن النظام وحلفائه لم يستطعوا التقدم باتجاه أي جبهة من جبهات بصر الحرير أو ناحتة حتى هذه اللحظة كنت معكم أنا إسماعيل مسالمة مراسل قناة حلب اليوم من ريف درع الشرقي